اشتركوا في القناة واللواء الركن سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسعادة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقد رافق جلالة الملك المفدى خلال الزيارة معالي شيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وسموه المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وخلال الزيارة أثنى جلالته أيده الله على الإسهامات والجهود الصحية الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها قوة دفاع البحرين لمواجهة فيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذه الجائحة التي يتعرض لها العالم بأسره معربا عن تقديره لقوة الدفاع على هذه المساهمة النبيلة وجاهزية الخدمات الطبية بتوفير المنشآت المجهزة بأحدث المستلزمات الصحية العلاجية والتدابير الوقائية من خلال كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وأشهد صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالجهود الوطنية التي تبذلها السلطتان التنفيذية والتشريعية لحفظ الصناديق التقاعدية لمصلحة المواطنين مثنيا جلالته أيده الله ورعاه على التعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين وعملهم المشترك لتحقيق استدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين مؤكدا حفظه الله ورعاه على أهمية تعزيز كافة مساعي الدعم لذو الدخل المحدود بما يلبي لهم ولأسرهم الاستقرار المنشود ويسهم في مواصلة البناء على ما تحقق نحو مزيد من المنجزات الوطنية الرافدة لنهضة مملكتنا الغالية وأضاف جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله أن مملكة البحرين تؤكد موقفها الداعم والمساند لجمهورية مصر العربية الشقيقة وقواتها المسلحة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة كافة التهديدات التي تمس سيادتها ومصالحها العليا والدفاع عن الأمة العربية وأعرب جلالته رعاه الله عن شكره لكافة الطواقم الطبية والإدارية العسكرية والمدنية على الجهود الإنسانية الحثيثة والمثمرة ووقوفهم بثبات وإقدام لمواجهة هذه الجائحة والحرص على تحقيق النجاح مضيفا رعاه الله بأنهم من خيرة أبناء وبنات البحرين الذين نعتز بهم في مثل هذه المواقف النبيلة ويدعم ذلك وعي وتكاتف أهل البحرين جميعا كما أشهد جلالة الملك المفد القائد الأعلى حفظه الله بالتطوير المستمر في منظومات الأسلحة والتدريب العملي والنظري الذي تشهده قوة دفاع البحرين مباركا جلالته تخريج دورة الدفاع الوطنية الثانية ودورة القيادة والأركان المشتركة الثانية عشرة بقوة دفاع البحرين الذي تم تحت رعاية جلالته حفظه الله مهني أن أيده الله خريجي الدورتين من مملكة البحرين وإخوانهم من الدول الشقيقة منوها بأهمية مثل هذه الدورات التي تسهم في إعداد القادة على أعلى المستويات لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجالات الدفاع والأمن متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح